توفي اليوم الخميس مسعود باللصيف المدافع السابق للمنتخب الوطني الجزائري عن عمر نهز ثمانين عاما بعد صراع مع المرض الفقيد من مواليد الفتسعمائة وثلاثين واربعين بالخروب لعب في المنتخب الوطني من الف وتسعمائة واربعين وستين إلى الف وتسعمائة وتسعين وستين وسام فتاه للجزائر لأول مرة في تاريخها لنهائية كاسيوم افريقي الف وتسعمائة وثمانين وستين في اسيوبيا كما كان ضمن التشكيل التي مثلت الجزائر لأول مرة بعد الاستقلال في الألعاب الافريقية في الكونغو الفتسعمائة وخمس وستين والألعاب المتوسطية في تونس الفتسعمائة وسبعين وستين وتصفيات كاسي العالم بمكسيكو كما تعلق في عدة مباريات دولية ضد الاتحاد السوفياتي والمجر وغيرها وعلى مستوى الأندية المحلية لعب طرة مشواره في جمعية الخرب باستثناء موسم واحد في الناد الرياضي القسنطيني إن لله وإن إليه رجعون